هل انت ليك تعقيب على تعاقد الاهلي مع سبع ناشئين شايفها ازاي ديك رد معين فيها لا انا شايف ان هما لعبة كويسة اسلام والنادي الاهلي اختارهم او ان هما تعرضوا عليه وهم لعبة كويسة جدا اكيد هيفيدوا النادي الاهلي الفترة الجاية في النشكة الناشئين لان اما لعبهم ويازة في اعلان وانا كنت سامع الموضوع ده ان هما تعرضوا على النادي الاهلي والنادي الاهلي شايفهم او الجهاز الناشئين هو انت عارف قبط الرضا اهم حاجة في دي ايه ما ديش علاقة مش لازم من السبع ناشئين يبقوا كلهم جمديد بس هو جاي بالسبع ناشئين دول بكام ايه بخمسة مليون بخمسة وعشرين بعشرين هده انا بعشرين مليون بسبعتاشر مليون دول تمن لعيب واحد او مميزين مش تمن لعيب واحد من اللي هجيوه في الفريق الاول لو طلع منه بعد سنتين او ثلاث سنين او اربع سنين لعيب واحد مش هقول لك سهلا لا واعتراضي كابت الرضا ان انت اخترت انت بقول لك الان مش هيبه مستفيد من حاجة زي كده لا مستفيد بس بشر اهه ايه اللي بتاع الناشئين عندك لا ليه ما انا بقول لك هم انت هم معلقين ازاي يا حضر رضا ليه علاقة والله يعني حضر رضا هيتعلم نزحية كابت الرضا يعني انت حضر رضا طب ما انا بشتري ناشئين جاهزين اهم هقول لك على حاجة هقول لك على حاجة بالفضل اللي بيلعب في الاهل اللي في دجلة احسن من الاهل لا انا بقول لك هم احسن كتاع ناشئين يا حبيبي ما ليش دعوة بقى ما انت عارف ان تحت الدنيا سدحم دا ما ليش علاقة انا بكلم بارقان طب بيشتروا لي طالما ان انت عندك لعيب احسن بتشتري لي طب ما انا لازم ادععنا دول مميزين الان ده بتعمل اختبارات لي عشان الاستمار لا عشان لو فيه ماشي ده جزء لا ده هي الاساس بس ما بياخدوش ولا لا اسمع اسمعني بقى ده انا ده 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 انا اتقرد ده كله بيتصل اروح لعمل فلاني فلاني حاضر يروح يتصل بيه صحيني من النوم الساعة 7 السكرة انا قدامك كابتن كذا كم بيحصل معانا بسكرة واخد بالك يا كا يا صحيني ايوة كابتن فلاني ازاي كابتن فلاني فلاني جايلك وده العيب كوي طبعنا مش فتوش طيب واخد بالك ما جايز المدرب ده لما شايفه ما ينفهم لا فيقول لي بعدها مثلا بتمرتين تلا تقول لي لعيب كويس اقول له ما تحكش على لوحش ماشي خلاص عادي يقول له والله لعيب كويس بس هي مشكلته ان احنا عندنا في المكان ده تلاتة طب تقول له ايه طب انت عامل اختبار ليه طالما ان عندك تلاتة في المكان ده عامل اختبارات ليه عشاني الاستمارة هو بيباع عارف ان اللي جايله ده في المركز ده هو عامل اختبارات بشكل عام يا اه والمصحف عشان الفلوس انا مش مختلف معاك ان هي جزء هاتلي بوس بوس هاتلي الاهل والزمالك الاختبارات بتاعتهم شوف هياخده كاملة عيد في النهاية بوس بيعمل ايه بيديك اول اختبار يقول لك طبعا نبو ده نجح في اول اختبار يا عمه وفي سنوة يا عمه يقول لي وطاني اختبار ماشي وطاني اختبار اخر اختبار بيباع كام عشان ابيعارف قال لي السادس وبعد السادس قال لي شكرا هولو يبقى ابنك سي اعمل له ايه هو انا اللي بختار يبقى المدرب اللي شاف فما بياخدوش حد هات كده اي انا بقول لك هو على الهوى اخدوهم حق اكادي ما ياخدوش حد ليه لانه شغل الاناشيين كل الوقت بقى شغل اكاديميات يا عم هو انا لو عندي مهوبة لو جات كابتن اموده بيقول كلام مهم لا ايسا يا كابتن كل الوقت لو انت مدير فان انا بكلمك لو انت حضرتك رئيس قطاع وتعرض عليك ست لعيبة زي ما اسلام بيقول لك من اوادي ديجلا انا بقول لك ان انا عندي سبع لعبة مميزين حضرتك اتفرقت عليهم وقلت ان دول جامدين اوي هتعمل ايه مش هتاخدهم هتقول بقى ان انا القطاع عندي والمدربين عندي خلصت كلامك ما انا بقول لك انك ما قولش خلصت كلامك طيب الاختبارات دي اكسن بجلالة اللي هي فيه لعيبة بتبقى مكسرة دنيا وبرضو ما بيتاخدش اكسن بجلالة احسن من اللي عنده واحسن من اللعبة بتلعب في منتخب بس مش اقول لك بقى اللي بزمالك ليه هو عشان الهدف الاستمارة اخد بس فلوس الاستمارة وانا حتى بقول لك فيه لعبة بتبقى حواف الملعب ياخدوا اختبار اتنين التلاتة وبعد كده بمشي عشان يبقى حلل مثلا المية جنيه بتاعت الاستمارة بس مش اكتر من كده ما دي مش كيلة انا ما تقول لي اكيديميات ما انا بقولك يا راجل انا عندي انا عندي 11 لعيب مثلا انا جيتك السنة دي كنت مازج فرقة وجيت دلوقتي صفصفت مثلا وخليت 11 اللي هو الايكل الاساسي انا من الاقتبارات اكمل التلاتين لعيب ولا الخمسة وتلاتين لعيب مش في الناشئين بخمسة وتلاتين لعيب واربعين جدا واقسم بالله اجيب لعيبة احسن من اللي هي كمان الحداشر اللي انا عملهم من الاختبارات بقولك احنا مصر مليانة والله يا اسلام يعناك الاستاذ احمد الاستاس لما دخل قالك اللي هي اتكلموا عليهم كم لعيب تلاتين عشر اللي هيب طيب ما بالك بقى انت لو نزلت بسيط انت ممكن تاخد من كل فرقة تلاتة اربع لعيبة في المجموعة كلها مثلا بتبقى فيها كم فرقة تلاتاشر فرقة خمستاشر فرقة شوف بقى كم لعيب بقى اقول يا راجل من كل فرقة اتنين في المجموعة بس ده القاهرة والمجموعة بتاعة البحر والمجموعة بتاعة الصعيد من كل مجموعة اتنين يبقى تلاتين لعيب مثلا في التلات مجموعة تتسعين لعيب اكسم بالله وهتنزل الاسعار اللي انت شايفها دي امتى يصل الكلام ده اللي بحده بتقوله عليها كابتن لما لجنة المدربين اللي قاعدة بتتفرج على الولاد عينهم ومركزين بشكل كوي لا لما الادارة لما الادارة تد الدول اغدر بالكلام ده انما الادارة بتد للسماس